خمسة أيام وما زالت أعمال الحفر جارية في محيط مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة المهمة انتشال مزيد من الجثث المكدسة والمدفونة عشوائيا في مقبرة جماعية كشف عنها بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المدينة بأيام طواقم الإنقاذ أعلنت انتشالها نحو 392 جثمانا في إحصاء غير نهائي من المقبرة الجماعية وكالة الأنباء الفلسطينية نقلت تصريحات لطواقم الإنقاذ تفيد بانتشال جثامين لأطفال لم يتم التعرف على 58% منهم أنا ابن عمر 12 سنة إنت قلت شفت ابنك معرفة هوية القتلى هي مهمة أخرى على الأهالي الاطلاع بها فور اختارهم بمراجعة إدارة المجمع المفقودون كثر وذويهم يأملون بمعرفة مصيرهم حتى وإن وجدوهم في مقبرة جماعية إلا أن تشوه بعض الجثث يضعها على قيد المجهول الأبدي تفاجعنا أن الجيش الإسرائيلي مخرج كل الجثث ومغير الأتواب أو النيلون اللي كان عليهم وحطتهم في أتواب جديدة أتواب عليها نجم الدوود بل لدرجة السفزاز لقينا أتواب عليها إسمايلات الناس مش عارفة أولادها مش عارفة بناتها فرضية أخرى أكثر رعبا رجحتها إدارة الدفاع المدني تفيد بأن القوات الإسرائيلية دفنت عشرين شخصا على الأقل في محيط المجمع وهم أحياء تم رصد وجود ثلاث مقابر جماعية الأولى أمام المشرحة والثانية خلفها والثالثة شمال ببنى هند الدغمة لغسيلة الكلام وهي عبارة عن مقابر جماعية تكدست فيها جثامين الشهداء وهناك مؤشرات لشبهات تنفيذ إعدامات ميدانية بحق جزء منهم أو شكوك بممارسة التعذيب الجسدي على جزء آخر من الجثث وشكوك أخرى بدفن بعض منهم أحياء العدد الأكبر من ضحايا المقابر الجماعية في مجمع ناصر الطبي والحديث هنا مرة أخرى لفرق الإنقاذ العدد الأكبر هو من النساء والأطفال وأكدت وجود مئات المفقودين في مجزرة خانيونس واختفاء نحو ألفي مواطن بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق عدة في القطاع